من بيروت مرسلة الغد كلودي أبي حنى كلودي يوم حداد كيف هو الوضع الأمني بشوارع بيروت وهل متوقع مشاركة كبيرة خلال تشييع جثامين الضحايا أمس الوضع يسوده الهدوء ولكنه هدوء حذر لأن الأزمة التي تسببت باندلاع اشتباكات يوم أمس لا تزال ماثلة وموجودة ولا أفق حتى الآن لحل هذه الأزمة وهي باتت أزمتين أزمة متصلة بالمتسبب باشتباكات يوم أمس من هو المسؤول هل ستتم محاكمته والأزمة الثانية هي أزمة التحقيق في جريمة مرفأ بيروت لأن الثنائي حركة أمل وحزب الله متمسكان بإزاحة المحقق العدلي القاضي طارق البطار كما أنهما متمسكان بتحميل مسؤولية اشتباكات أمس لطرف معين هو القوات اللبنانية وبهذين الشرطين يؤكدان أنهما يعودان إلى جلسات مجلس الوزراء أما إذا لم يتأمن هذان الشرطان فإنهما لا يعودان إلى مجلس الوزراء إذن اشتباكات الأمس نجم عنها أزمة سياسية كبيرة لا بل أزمة حكومية حتى الساعة في حال طال الوقت ولم يتم إيجاد حل معين أو تسوية معينة لعودة الثنائي حركة أمل وحزب الله إلى مجلس الوزراء أما بالنسبة إلى التشيع هو سيتم اليوم في أكثر من مكان ولكن في الغالبية في الضاحية الجنوبية لبيروت يتوقع أن يترافق هذا التشيع مع احتقان شعبي لمناصري حركة أمل وحزب الله أما هل سيتحول هذا الاحتقان إلى تدهور أمني ربما هو من المستبعد بالنسبة إلى المراقبين ولكن تجدر المراقبة وتتبع تطورات الأحداث وما سينجم عنها وكيف ستكون تبعتها طيب تم القبض يعني على تسعة أشخاص هل تم يعني الإعلان عن معلومات أو تفاصيل بشأنهم الجيش اللبناني هو الذي أعلن هذه المعلومة وقال إن من بين هؤلاء الأشخاص شخص من التابعية السورية ولكن لم يحدد ولم يكشف عن أسماء هؤلاء الأشخاص من هم لمن ينتمون ما هي توجهاتهم هل لديهم توجهات سياسية معينة هل هم منتمون بشكل رسمي إلى أحد الأحزاب اللبنانية أو إلى أكثر من حزب هذا الأمر ينتظر أن يتم الكشف عنه لأن وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل أعلامية هي مؤيدة وقريبة ومحسوبة على حركة أمل وحزب الله أداعت أسماء لأشخاص من القوات اللبنانية وقالت إن هؤلاء الأشخاص هم الذين تسببوا بأحداث طيون أمس ويجب إلقاء القبض عليهم وقد ردت الكوات اللبنانية على هذه المعلومات ونفت أن يكون أي من مسؤوليها متورطا في اشتباكات يوم أمس وتقول المعلومات أن اتصالا جرى بالأمس بين رئيس الجمهورية ورئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجع وأكد في خلاله جعجع للرئيس ميشيل عون أن من شارك في أحداث يوم أمس لم يكن حزبيا في القوات اللبنانية إنما أفراد هم بشكل شخصي عمدوا إلى الرد على الاستفزازات التي تعرضت لها منطقتهم في أي حال الموضوع يحتاج إلى المزيد من التحقيق المعمق لمعرفة أسباب هذه الاشتباكات ومن دخل فيها من بدأها لأن الذي أطلق الرصاص الأولى هو الذي تسبب بتوسع هذه الاشتباكات ونحن نعلم وكنت قد ذكرت في رسائل سابقة أن أجواء الاستنفار كانت موجودة وسائدة في لبنان منذ الليلة السابقة للاعتصام الذي دعا إليه حزب الله وحركة أمل تنديدا بعمل القادي طارق البطار إذن لماذا كانت أجواء الاستنفار موجودة في كل لبنان ونحن عرفنا بها كسحفيين لأن هناك كان من يستعد ربما لهذا اليوم لتوجيه رسائل معينة وهذا بالفعل ما حصل ولكن اتساع الاشتباكات إلى هذا الحد هو الذي أدى إلى الصدمة التي وقعت لأن مصادر سياسية تقول أنه لم يكن متوقعا أن يكون رد الفعل الذي حصل من جانب منطقة عين الرماني بهذه القوة على الذين كانوا يعبرون المنطقة متوجهين إلى قصر العدل الأمر يحتاج إلى الكثير من البحث والتحقيق المعمق لتحديد الأسباب من أطلق الرصاصة الأولى ولماذا وماذا كان يريد هذا الأمر هو وحده ما يكفل عدم تكرار هذه الاشتباكات أما إذا بقينا في دائرة الاتهامات والردود على الاتهامات فإن لبنان سيبقى معرضا لانتكاسات أمنية أخرى خصوصا كما ذكرت أن الأزمة السياسية التي هي سبب كل هذه الأزمات لم تحل لا بل إنها تزداد اتساعا ولا أفق لحل لها